فريق مهاب واللجنة الاقتصادية لجنة صناعة في مجلس النوى برئاسة المهندس محمد فرج عامر والسوز محمد أبو لنين نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود والضيفين الكريمين الرئيس عبدالفتاح السيسي ينحاز للمعاشات تعالوا نتابع ثم ضيفين الكريمين لاستعراض الموقف الاستثماري والمستقبلي ودعما للصناعة الوطنية المصرية قامت لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيارة لمقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث تم شرح الإجراءات المتخزة للانطلاق بمصر اقتصاديا ولتنافس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المناطق الاقتصادية حول العالم نهاردة احنا منكمل المسيرة بمرورة على الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بعد المرورة على هيئة قناة السويس وشرق برسعين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية وحشوفوا في نفسكم ان شاء الله الواقع على الارض شكله ايه وحنا هنرحب بأي ملاحظات لحضرتكم وحيقول لكم برضو على ايه العوائق اللي ممكن بتقابلنا لان احنا كلنا في مركب واحدة واحنا عايزين نصل بهذه المركب وهذه السفينة الى بر الامان وزي ما سيت رئيس عفتاح السيسي بيصارع الزمن ويسابق الزمن علشان يصل بمصر الى بر الامان احنا لازم كمان نصابق ونصارع الزمن عشان نصب بمصر الى بر الامان من ناحية الاقتصادية الرؤية المستقبلية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت واضحة فكانت زيارة تفقدية للفريق مهاب ماميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وبرفقته اعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الى مصنع ويدفيل بالعين السخنة المنطقة الصناعية هنا منطقة احنا بدأنا فيها من حوالي تقريبا عشرين سنة وكانت المنطقة دي مخر سيل ومكان مهجور وفيه كم كبير من الغام تحت الارض والحقيقة كان حلم كنا بنتكلم عنه عشان نعمل العاصمة الاقتصادية جديدة الى ان جاء معالي الفريق مهاب ماميش هذا الرجل الحقيقة اللي لازم تعرفوا ان التاريخ يكتب اسمه باحرف من دهب وبنتطور الحقيقة المنطقة دي وزيارة الاخيرة تاعت معالي رئيس الوزراء الحقيقة ضافت اهمية كبيرة جدا والراجل رصدنا له كل المشاكل وقدر يحط النقاط على الحروف عشان يقول احنا نقدر نعمل ايه لفترة اللي جاية ويبع فيها التزام من الدولة والتزام من المطورين فيه توقيت معين وحتى تحصل متابعة المتابعة الدولية اللي احنا ان انا ارجو ان حضراتكم تكونوا شهود عليها عشان تشوفوا المنطقة دي وتقدموها ازاي حتى وانتوا في المجلس النواة الصناعة هي قيمة المضافة الحقيقية لأي دولة الصناعة هي تشغيل الأيد العملة هي التصدير هي العملة الصعبة هي الدرايف هي جمارك هي 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 والعالم بينظر لها منظور اهمية بالدرجة الاولى الصناعة لكن المؤسف ان احنا عندنا الصناعة يمكن متفكر فيها فكر يعني الى حد كبير محتاج تطوير ومحتاج رؤية جديدة ومحتاج قوة دفع حقيقية عشان نعرف مدلول الصناعة يعني ايه الصناعة في مصر اخوانا انا اعتقد يمكن طلب الوحيد اللي هطلبه منكم كلكم ان يكون تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية انا الاول مطلب بطلب لانه تقنب الشرعي اللي عمل التطويري الكبير ده واللي بينه بيعمل النهضة الحديثة لمصر بالسرعة دي وبيدير مصر بالكفاءة دي هو قادر انه يدخل صناعات جديدة وقادر يقود حرجة الصناعة في مصر بنتمك مختلف تماما عن اللي بيحصل دلوقتي الصناعة مش مجرد ارض وشهد مرافق لا النهاردة القيمة المضافة قيمة العقول قيمة الابداع احنا النهاردة بنتكلم على رؤى جديدة بنتكلم على قوة دفع جديدة للصناعة بصفة عامة وبنتكلم في نفس الوقت على امج بتاعنا اللي ترسم واللي ترسم وسيد الرئيس للعالم كله النهاردة امج تاني خالص فيجب ان الصناعة تتواخب مع الامج ده ويجب ان الصناعة تقول للعالم احنا قادرين وعندنا رجال صناعة وعندنا صناع يقدروا يعملوا ايه الساعة المحافظ طبعا لا يفوتنا ابدا ان احنا رحب به ومن دي وان من اول لما دخل المحافظة وبلغت المحافظة تتغير تغير محوريه مهم جدا قاعد مع الناس شاف مشاكلهم قاعد مع الصناعة عمل اكتر من اربع لقاءات انا حضرتهم مع جيش مع قاتل جيش الثالث وكان الحقيقة بيدعو الى منظومة جديدة والى مشروعات اهو محددها عشان يكمل ادوار من رجال الاعمال مع ادوار المحافظة مع ادوار قوات المسلحة الحقيقة افنم انا بهنيك وبقولك ربنا يديك الصحة والعافية وتتمم كل مشروعاتك اللي انت فكرت فيها وتعملها وكانت رؤية السيد محمد ابو العينين رئيس جلوباترا جروب حول حلم العاصمة الاقتصادية الجديدة ومسيرة النجاح دمت لسنوات كمطور صناعي وصلت منتجاته لمائة وستة دولة وثم نمائة معرض عالمي بما يعد كيما مضافة للصناعة المصرية برؤى مستقبلية احنا هنا عملنا صناعات الصناعات دي بتغزوا اكتر من مية وستة دولة في العالم الصناعات دي حلت تماما محل المستورة في الصناعات الصراميك والحمامات والبورسلين والصناعات دي طبعا لها امج اعلامي كبير وشاركتنا فيها في معظم اكتر من 800 معرض على مستوى العالم عملنا خلال التلاتين سنة اللي فاتح اللي اشتغلنا فيهم وهذه الصناعات الحمد لله يمكن حضراتكم عارفينها وشايفينها في السوق ازا هي قدرت تمنع خط رجعة لأي مستورد او مستورد من الصناعات الكبيرة اللي كنا بنستورد فيها حوالي 300 مليون متر النهاردة ما بعيش نساوي حاجة خالص تقريبا حاجات بسيطة جدا لكن انا عايز اقول بمنتهى الصراحة كده وانتو لاجنة الصناعة احنا عدينا مشكلة كبيرة جدا في اسعار الغاز مشكلة انا عايز اقول لكم تكاد تقضي على صناعة السراميك في مصر انا بقول لكم بمنتهى الصراحة بقى ليه؟ بمنتهى البساطة كده بحزبة بسيطة المليون بي تي يو كنا بنقده ب3 دولار كانت دولار سعيتها ب6 جنيه يعني 18 جنيه المليون بي تي يو يعملون من 8 الى 10 متر يعني تكريفة الغاز جنيه و80 اش طلع من 3 دولار الى 7 دولار وطلع فيه دولار من 6 جنيه ل18 جنيه بدأنا ندفع حوالي 15 جنيه غاز و7 جنيه كهرباء يعني الطاقة 20 الى 22 جنيه لكل متر سراميك يصنع في مصر البديل بتاعه في دول العالم كلها المفروض الصناعة دي غير كسيفة استخدام الطاقة والمشكلة حصلت في كده انهم حطونا نقلونا من صناعات كسيفة استخدام الطاقة احنا محناش كسيفة احنا صناعات قليلة استخدام الطاقة اللي فيها الطاقة فيها تمثل 10% من تجرفة المنتج لما تلعت كثيفة استخدام الطاقة وتلعت 10% الى حوالي 40% خسرنا الاسواع اسواعنا برا التصدير حبط المسانع النهاردة شغالها بنص الطاقة او اقل السوق المحلي حتى رفض الزيادة لانه بقى بشي متناول اي حد المسانع طلعها خسرانا السراع النهاردة بتتدهور وفي قطر كيبر جدا كانت الاشهادات واضحة بمصنع ويدفيل للأدوات الصحية بالعين السخنة باعتباره رافضا هاما لأحد شباب رواد الأعمال والمنشأ بتكنولوجيا عالمية قادر على المنافسة القوية بالأسواق الأوروبية والذي يتجاوز انتاجه السنوي مليوني قطعة تصنع بأيدي ألفي من الشباب المصري ليكمل المسيرة الوطنية للمطورين الصناعيين المصريين عملنا مصنع جديد على مساحة 53 ألف متر كله صممته انا سواء كان الافران توزيع المساحات تدريب العمالة رفع كفاءة العمالة اللي موجودة فيه الديزاينات كلها تمت مع الديزاينرز اللي اتلاينا سواء كانوا الديزاينرز بتوء لوي فتون جبنا الديزاينرز بتوء لوي فتون جبنا الديزاينرز بتوء لامبروجيني جبنا مختلف الديزاينات جبناهم وبفكر من أحدث ما وصلنا له كالتكنولوجيا في الأدوات الصحية عملناها أهم النقطة عملناها يمكن هي مش مطلوبة هنا في مصر بس احنا عملناها هي كم المية المستخدم في الفلاشنج بتاع التويلت يمكن دولة كتير قوم بتهتمش بالكسة دي بس احنا مهتمين جدا بالكسة دي لان احنا في بلد المية الحلوة فيها شحة فاحنا قررنا نعمل فلاشنج اربعة لتر ونص لتلاتة لتر في الوقت اللي معظم التويلتات اللي في العالم من تسعة لتر لستة لتر فاحنا كدرنا نوفر مش بس فطورة المية بس حبتها المية اللي بتستخدم في التويلت نفسه وطبعا مع ديزاينات احدث موديلات قدرنا نعمل شغل كويس جدا على مستوى التصديري طبعا احنا هتشرفنا نهاردة بزيارة الفريق مهبا ميش ولجنة الصناعة في البرلمان المصري الزيارة دي جات بعد الزيارة تقريبا من قيمة اسبوع السيد الرئيس الوزراء جم يفتتحوا احدث مصانع مجموعة كلوباترا وهو مصنع وايدفيل للادوات الصحية هو مصنع يتخصص في الادات الصحية وتخصص للتصدير في الاسواق الاوروبية والامريكية هو مكوم من احدث تكنولوجيا في العالم للصناعة دي يمكن اول مرة تيجي في الشرق الاوسط خطتنا ان احنا ناخد شريحة كبيرة من السوق الاوروبي سواء كان من جنوب اوروبا او حتى انجلترا دي كما بداية واناك احنا برضو الولادات المتحدة الامريكية سوق كبير جدا وواعد جدا احنا برضو بندي له ناظرة كبيرة الهيئة الاقتصارية لقناة السويس ولجنة الصناعة في مجلس النواب في زيارة تفقدية في مصنع وايدفيل بالعين السخنة اشادة بالصناعة المصرية كقيمة مضافة للمنتج المحلي هاني النحاس على مسئوليتين اشتركوا في القناة